السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الاثنين 12 آب أغسطس القمر اليوم موجود في برج العقرب أيضا ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية صباح يوم الغد الثلاثاء الساعة عشر صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج القوس القمر اليوم موجود في منزلة القلب أو الآن هو موجود في منزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ستة وتسعة عشر دقيقة مساء من مساء اليوم لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الشولى وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته خلال هذا اليوم ما بنعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا من حب يا ابن كراه يا ابن اتقرب يا ابن بعد يا ابن تواصل مع الغير يا ابن اقطع العلاقات طبعا بما أنه القمر في العقرب فبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا خلال هذا اليوم احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل او ضغط عاطفي فيمكن ان ينفجروا عند اي مواجهة او كلمة او انتقاد في من حولهم يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين او الضريبة او البنوك او قراءة رواية او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار مهم مثل شراء او استئجار منزل مثلا اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في ادارة اعمالنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وثمانتعشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينج في اخلق هذا الاتصال لدينا حاليا من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الاخر اما بالنسبة للأعضاء الاكثر حساسية اللي في جسمنا خلال هذا اليوم طبعا عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد البروستاتا عظم العنى والجينات هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الخاصة واذا شعرنا بشيء غير اعتيادي الراجع الطبيب طبعا عمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء ما بنصح فيها ولكن أشياء تتعلق بتنظير مثلا أو فحصات ما في أي مشكلة باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لا بالليزر ولا بالطرق التقليدية للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنى ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج العقرب زي ما ذكرنا خلو المسار رح يكون يوم الغد الثلاثاء بيبدأ ساعة تسعة صباحا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة عشر صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره ثمان أيام الآن الساعة عشر وثلاث دقائق صباحا نبدأ في اليوم التاسع نسبة الإضاءة تنين وخمسين في المية أما بالنسبة لامزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية منتحس بنسبة عشر في المية القمر في العقرب حتى يوم ثلاثة ثمانية سعيد الآن بنسبة ستين في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة خمسة واربين في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة خمسة واربين في المية ساعة العصر سعيد بنسبة خمسة واربين في المية أما في ساعة المساء سعيد بنسبة خمسة واربين في المية عطارد في العذراب يتراجع حتى يوم خمسة واربين في المية سعيد بنسبة 5% طبعاً بدأ يتراجع لـ 5-8 15-8 بعدين يرجع للأسد ويكمل تراجعه لنهاية الشهر الزهرة في العذرة حتى يوم 29-8 منتحس بنسبة 60% المريخ في الجوزة حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزة حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت يتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت يتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو يتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل أيضاً هذا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة لرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحليب الليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء أهم مش إنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ وممكن تنشغل بمعاملة أو ملف برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظوا على هدوء أعصابكم ونفرد صوتكم وما تعرض لقاهك للفشل بيحمل لك هذا اليوم نوع من أنواع التوتر لأنه زي ما حكينا القمر ما زال موجود مقابلك ففي بعض الضغط فعشان يقدك تحاذر من القصام ما تعادي أحد اتجنب الخلافات كلياً خصمك قوي وطباعك ما راح تكون هادئة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأعمال بمراعي ظروفك الصحية بتعيد ترتيب الأوضاع وبتتحسن الأحوال برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي فيبعث على البهجة والإنشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً وفرصة مناسبة للتحقيق إنجاز فضع مخاوفك جانباً ما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام ويعتبر هذا اليوم من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظاً برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن اليوم يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم أهم مش إنه ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بينها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية أو تبدو قلق أو تتذمر لأقل إشارة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بتنشطه بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولا تعزيز العلاقة مع أخ أو جار ممكن اليوم تقوم ببعض المفاوضات الحثيثة أو المفيدة فعبر عن رأيك فأوض بجراءة اليوم تتميز بسرعة بديهة وخاطر وقدرة على إيجاد الحلول برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال هذا المال بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك أهم مش أنك توظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنتم نشطون وحيويون وبينجذبلكوا أفراد من الجنس الآخر خلال هذا اليوم وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شأن هنهى الداعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك تنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر ابتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير طبعا يعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس يوم آخر غير مريح صحيا ونفسيا بسبب وجود القمر في بيت المتاعب صباح يوم الغد رح ينتقل عندك فبدك تتحمل هذا اليوم أيضا رغم عدم وجود أي مخاطر أنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة ابعد عن المغامرة والرهان على الحظ ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية فما تجازف بسلامتك لأنها هي فترة فارغة من الحضوض برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق أي فترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية اقتنس الوقت المناسب لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين وتفاعل مع المسؤولين بمرونة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم ويعتبر هذا اليوم يعني اللي بيعمل بنجاح بيقدر يثبت جدارته اليوم وهنا الرضا المسؤولين حافظوا على هدوءكم وما تحاولوا إثارة المشاكل وهذه فترة مهمة بتمتحنك فما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤوليتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم برضو التركيز على الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور العلاقة بالامتحانات وبرضو ممكن يصلكم خبر سار من خارج البلاد أو تشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابله تستعيد حماستك وتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما أنه ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار فيعتبر هذا اليوم يعني فترة نشطة جدا بتشكلك محطة للإنطلاق بورش جديدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر